هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهلة البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والتي جاءت تقديرا لرؤية جلالة الملك في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا بالمملكة مؤكدا أن الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود الذي يقدمه جلالة الملك المفدة واستراتيجيته ومبادراته أكدت على الدوام مسيرة البحرين المباركة في التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن الجائزة الأممية رفيعة المستوى تؤكد التقدير العالمي للجهود الصادقة التي يبذلها جلالة الملك وما ينتهجه من استراتيجية واضحة المعالم من أجل بناء المستقبل المشرق للمملكة والقائم على التنوع في التنمية والاقتصاد القوي وإشراك جميع أطياف المجتمع وفئاته في عملية التنمية بما فيها الشباب البحريني والمرأة وتمكينهم اقتصاديا وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن رؤية جلالة الملك المفدة وتوجيهاته الواضحة والقائمة على ضرورة الاستمرار في خلق الفرص المناسبة للشباب تمكينهم اقتصاديا وتعزيز ريادتهم للأعمال من أجل تحقيق طموحاتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في مجال ريادة الأعمال مشيرا إلى أن المملكة البحرين قدمت وطرحت العديد من البرامج الرائدة على مستوى المنطقة والعالم والتي كان الهدف منها منح الشباب الفرصة للبدء في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي ساهم في تقديم الشباب لنماذج عالية كان لها دور واضح في الاقتصاد البحريني وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن الشباب البحريني دائما يستثمر بشكل متميز رسائل الدعم الهادفة من قبل جلالة الملك المفدة ووقوف جلالته إلى جانبهم في تحويلها إلى نقاط انطلاقة نحو الإبداع والتميز وإظهار قدرتهم وأفكارهم من أجل المشاركة الفاعلة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة مؤكدا في ذات الوقت الحرص على تنفيذ رؤية جلالة الملك المفدة تجاه الشباب وتمكينهم حتى يكونوا النماذج الفاعلة في المجتمع ولتحديد دورهم في عملية التنمية وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن منح جلالة الملك هذه الجائزة شكل جانبا مهما وتأكيدا على دعم جلالته للمرأة البحرينية وتمكينها من كافة النواحي بما فيها الجانب الاقتصادي ومشاركتها في اتخاذ القرارات الهمة التي تساهم في بناء الاقتصاد البحريني حتى باتت المشاركة قوية جدا وهو ما اتضح من خلال ترأسها للعديد من الشركات وأعلى المناصب التي كان لها دورا واضحا في بناء الاقتصاد البحريني المتنوع مؤكدا أن المرأة البحرينية بات لها دور مهم في الاقتصاد بعد أن قدبت نفسها منافسا حقيقيا للرجال في ريالة الأعمال ودعم الاقتصاد البحريني